أعلن البنك المركزي أن تحولات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022 نحو 29 مليار ومائة مليون دولار وأشهر البنك المركزي إلى أن معدل زيادة التحولات بلغ 2.1% على أساس سنوي مقابل نحو 28 مليار وخمسمائة مليون دولار مقارنة بالفترة من يوليو 2020 إلى مايو 2021 ارتفعت صدرات مصر من الحصولات الزراعية خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022 إلى مليارين واربعمائة مليون دولار بنسبة 11.4% وبلغت الكميات المصدرة من الحصولات الزراعية المصرية لدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو مليون وواحد وستين ألف طن بقيمة 655 مليون دولار مستحوذة على 27% من إجمالية قيمة الصدرات التي تبلغ 27% من الكميات إلى البرصة المصرية حيث أنهت تأسوق المال لتعملات جلسة اليوم بداية جلسة الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين المصريين ربح رأس المال السوقي نحو 5 مليارات واربعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 633 مليارا واربعمائة وستة وعشرين مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات المصرية لتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 41 من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى 9467 نقطة كما ارتفع مؤشر شركات الصغيرة والمتوسط إي جي أكس 70 متساول أوزان بنسبة 31 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 1868 نقطة صعد مؤشر إي جي أكس 100 متساول أوزان بنسبة 99 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2734 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري بيسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه وتسعين قرشا للشراء ووصل سعر البيع إلى 18 جنيه و98 قرشا للبيع أما بالنسبة لسعر الاستليني أو اليورو وصل سعره إلى 19 جنيه و32 قرشا للشراء وتسعة عشر جنيه و40 قرشا للبيع أما بالنسبة لسعر الاستليني وصل سعره إلى 23 جنيه أما سعر البيع وصل إلى 23 جنيه و10 قرش بالنسبة لأسعار العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتية إلى 5 جنيهات و14 قرشا للشراء و5 جنيهات و17 قرشا للبيع بالنسبة لسعر أريال السعودي وصل سعره إلى 5 جنيهات و3 قرشا للشراء و5 جنيهات و5 قرشا للبيع في أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب عالميا استقرارا بالتزامن مع إجازة في الأسواق العالمية للذهب حيث سجل نحو 1760 دولار للأقية محليا ارتفت أسعار الذهب خمسة جنيهات بسبب زيادة الطلب على الذهب يسجل عيار الذهب بقى 18 نحو 879 جنيه أما بالنسبة لعيار الذهب 21 وصل سعره إلى 1025 جنيه وهو الأكثر مبيعا أما عيار الذهب 24 وصل سعره إلى 1171 جنيه بالنسبة للسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8200 جنيه أكدت الهيئة العامة للإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في ربع الثاني من 2022 مقارنة بربع المماثل من العام 2021 وقالت الهيئة إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1% بالإضافة إلى اتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4% كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2% قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية رفع أسعار مادة البنزين أكتان 90 والديزل والجاز بمقدار 35 فلسن ورفع سعر مادة البنزين أكتان 95 بمقدار 60 فلسن لشهر أغسطس المقبل وذلك للمرة الخامسة خلال الأشهر الماضية نتيجة أزمة الطاقة التي تضرب دول العالم مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لإيمان وميرفت لاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا لك فاطيمة على هذا العرض الاقتصادي شكرا لك